الشهادة تصدر بفئتين الفئة الأولى بعائد 27% يصرف سنوياً يعني في نهاية المدة والشهادة مدتها سنة واحدة فقط يعني لو اشتريت شهادة النهاردة بـ 10,000 بعد سنة بالزبط هتروح تفوكها مش هتتجدد تلقائياً وهتقبضها 12,700 أما لو اشتريت شهادة بـ 100,000 هتقبضها في آخر سنة 127,000 الفئة الثانية من الشهادة بتصرف بعائد شهري ولكن بحائد قيمته 23,5% وبرضو مدتها سنة واحدة فقط يعني هتصرف الحائد لمدة 12 شهر بس فلو اشتريت شهادة بـ 10,000 هتصرف 195 جنيه شهرياً ولو اشتريت شهادة بـ 100,000 هتصرف 1955 جنيه شهرياً أما بالنسبة لنصيحتي تشتريها ولا أم لا فأنا بقى مش هكلمك من حيث أنها حلال وحرام انت عارف هي حلال وحرام مش نال هول بس لازم تعرف أن الحكومات عادة بتنزل الشهادات زائد العائد المرتفع دايماً قبل قرارات تخفيد قيمة العملة يعني 27% أو 23,5% اللي انت فرحان بهم بعد قرار تخفض العملة مش هيبقى لهم أي لازمة فمثلاً لو العملة تخفضت بنسبة 10% 27% ديت هتبقى 17% وال23.5% ديت هتبقى 13,5% ويبقى فلوسك التكلت عليك يا معلم فمنصحك تشتري دهب دي نهاية أو سبايك وبعد ما يقرروا تخفيد العملة رجعوا فلوس تاني بيعوا يعني